وما زال جمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بينوّر أيامنا وليلينا في رمضان وخاصةً وإحنا ماشيين معاه وبنصير على خطوته وبنصير كمان وإحنا مسكين بإيديه وهو بيعلمنا بسرته إزاي نشوف حياتنا من نور ربنا سبحانه وتعالى ومن باب حضرة النبي الباب الواسع للرحمة والخير والجمال إن عرضة عندنا موقف مهم جداً جداً محتاجوا دلوقتي كتير جداً جداً في حياتنا محتاجين نقراه عشان نقدر نوصل للسر في سيرة حضرة النبي عشان يعمل لنا يسر في حياتنا فيفتح علينا أبواب السرور هي دي سيرة حضرة النبي لما نقراها بعين المحب لما نقراها بعين المتحضر لما نقراها بعين المقبل على الله سبحانه وتعالى جي في كتب السير إن قريش جاءت إلى الحسين إلا هو والد الصحابة الجليل المعروف عمران بن الحسين وكانت تعظمه يعني بتبجله جداً واضح إنه صاحب مكانة وصاحب هيبة وصاحب كلمة مسموعة فقالوا له كلم لنا هذا الرجل بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يقصدوا حضرة النبي كلم لنا هذا الرجل فإنه يذكر آلهتنا ويسبهم فجاءوا معه حتى جلسوا قريباً من باب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوسعوا للشيخ ووسعوا للشيخ وعمران وأصحابه متوافرون يعني هما جاء عند حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فسيدنا عمران بن حسين موجود ومعه صحابة نين فحضرة النبي قال لهم ووسعوا للشيخ لأنه رجل كان كبير وهيبة فقال حسين ما هذا الذي بلغني عنك إيه اللي بلغني عنك ده إنك تشتم آلهتنا وتذكرهم فقال له حضرة النبي يا حسين كم تعبد من آله من إله أنت بتعبد كم إله قال سبعاً في الأرض وواحداً في السماء قال حضرة النبي بيقول له فإذا أصابك الضر من تدعو قال الذي في السماء هو في ده محتاج كلام أكيد الذي في السماء قال فإذا هلك المال من تدعو يعني المال إذا هلك وخلاص حسيت أن أنت بتضيع من تدعو قال الذي في السماء قال فيستجيب لك وحده وتشركهم معه هو بيستجيب لك وهو وتشركهم معه اللي هو السبع يعني أرضيته في الشكر أم تخاف أن يغلب عليك لا لا فقال له قال لا واحدة من هتين لا ده ولا ده قال له النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي شوف هذا الكلام الذي ينقش بالدهب بالدهب على القلوب يا حسين أسلم تسلم قال إنني قوما وعشيرة فماذا أقول أقول لهم إيه أقول لهم الرجل الكبير بتاعكم صبق على كلامهم يعني قال قل شوف حضرت النبي هو بيقوله إيه أقول لهم إيه فشوف حضرت النبي هو بيقوله بيقوله إيه قل اللهم إني أستهديك لأرشد أمري وزدني علما ينفعني فقالها حسين واضح أنه ألبه ابتدى ينور فلم يقم حتى أسلم فقام إليه عمران إله وابنه فقبل رأسه ويديه ورجليه فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بكى يا أجمل هذه العيون وما أحلى هذه العيون عيون حضرت النبي فبكى فقال بكيت من صنيع عمران دخل حسين وهو كافر فلم يقم إليه عمران ولم يلتفت ناحيته فلما أسلم قضى حقه فدخلني من ذلك الرقة يعني إيه اللي حصل هذا المشهد يعني جعل قلبي يحس بالرقة فلما أراد الحسين أن يخرق قال لأصحابي قوموا فشيعوه إلى منزله فلما خرج من سدة الباب رأته قريش فقالوا صبع هم خلاش شافوا ووشه منور صبع وتفرقوا عن نسبه المشهد ده مشهد رائع مشهد في غاية الجمال بيعلمنا حاجة مهمة قوي محتاجينها في البيوت محتاجينها في المعلم مع تلميزه محتاجينها في الشغل محتاجينها في كل حاجة الحاجة بتتكلم عن إيه؟ عن صنف معين من التواصل مهم جدا أننا نعرفه حضرة النبي ذكره في أحاديث أخرى وذكر عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم التخول بالنصيحة الوقت المناسب عشان تفتح باب القلوب ده ما بيعرفهاش أي حد وكلنا مطالبين بدا الأم تيجي مع ابنها طول الوقت تنصحه 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 لغاية ما الولد يتمرد ويمكن يفرق البيت ويسيب البيت أقول كلمة محدش يزعن من النعوة خاصة للأمهات الشخص اللي مسؤول على أن البيت على أن الابن بيروح بره البيت المراهق في الغالب بتكون الأم ليه؟ لأن الأم قاعدة تلح 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 على الفكرة اللي هي عايزها صلي زاكر نظف رتب لغاية الشاب اللي هو المراهق الولد المراهق لغاية ما يسيب البيت ونفس الكلام بيعمله الزوج مع زوجته إيه اللي حاصل؟ الزوجة شايفة والزوج شايف أن هما بدل أحباب وأزواج يبقى كل واحد فيهم بيملك وقت التاني كله يحمد ربنا لأننا سايب وروح يشتغل تحمد ربنا لأننا سايبها تشوف أمور الأولاد فهما متصورين أن هما من حقهم في أي وقت يكلموا شريك حياتهم في أي موضوع ففساد عريض ويجي تقول أم أنا أكلمه إمتى؟ لا لازم نتخوله بالنصيح وشوف حضرت النبي تدرج معاه إزاي؟ تدرج معاه بالأسئلة ودي ألطف الأشياء التي تبطل التمرد يعني لو عايز تبطل التمرد مش هتلاقي حاجة تمرده عند أي حد عايز تبطل تمرده هو جاي مقبل عليك مشتد عليك شوف إيه اللي حصل راح سائل سؤال متمرد قال إيه؟ ما الذي بلغني عنك بأنك تذكر آلهتنا؟ تمرد واضح التمرد فحضرت النبي راح موط التمرد ده قال إيه حسين كم تعبد؟ سؤال 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 بسيط ما فيوش أي استنكار سؤال حقيقي لا في إيحاء ولا في استنكار سؤال حقيقي فهديت إيه؟ العقلية المتمردة والنار المشتعلة هديت قال واحدا في الأرض والسبعة في السماء احنا عايزين نتعلم كده لما لاقي حد من أحبابنا عنده حماس وعنده عصبية نسأل أسئلة حقيقية هو حضرتك إيه اللي مزعلك؟ قول لي إيه اللي مزعلك؟ فيقول مش إن أنا هو أنت إيه اللي مزعلك؟ لا نسأل سؤال حقيقي هو أنت إيه؟ غير إيه اللي مزعلك؟ شوف الفرق ده جاي من عالم الاستفام وده جاي من عالم الإنكار إيه اللي مزعلك؟ إيه اللي مزعلك؟ إيه اللي مزعلك؟ إيه اللي مزعلك؟ ده كلها؟ حضرت النبي بعلمنا هنا إزاي نعمل مفتاح للقلوب مفتاح للقلوب هو السؤال الحقيقي اللي الشخص التاني بيطلع اللي هو قلبه من غير ما يكون حاسس بغضادة